السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير وبأحسن حال وانتو بتسمعوني دلوقتي اهلا بكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة حلقتنا النهاردة جميلة جدا 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 وقوية كمان هعمل معاكم النهاردة كريب الشوكولاتة وكريب الفانيليا هنعمل كريب حلو جميل جدا جدا بنفس الطعم بتاع المحلات بتاع الكافيهات وامكن احلى كمان كفاءة انه معمول في البيت ومتأكدين من نظافته عملت النهاردة الكريب بالنوتيلا والموز والفراولة نتيالي مش حاجة احلى من كده هقولكو شوية خيارات تعملوها لو حابين الكريب بتاعكو باطعم مختلفة لو بتشوفوا قناتي بقى الاول مرة ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وكمان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم بص الكريب من جوه حشيته هنا موز ونوتيلا طحفة طحفة كان طعمه في منتهى الجمال وكمان الكريب نفسه العجينة كانت طعمها ممتاز جدا جدا قبل ما نبتدي في المقدير والطريقة عايزين نصلع النبي ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يلا بينا نبدأ الفيديو الجميل ده بسم الله في دور الخلاط حنزل بعدد اتنين بيض ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ يكون بس حجموه متوسط ما يكونش كبار قوي وبعد كده هنزل بكباية من اللبن وكمان هنزل بكباية وربع من المياه يفضل ان احنا نمزج ما بين المياه واللبن علشان يبقى قوامه كويس وما يتقطعش معانا قوام يعني الكريب بعد السوى كمان هنزل بزرف من الفانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا تقدروا تحضروه كمان على ديكو يعني بالمضرب السلك مش لازم ابدا الخلاط نزلت بمعلقة من السكر وكمان ربع معلقة من الملح. معلقة من الزيت لكل كوباية يعني هستعمل معلقتين من الزيت. معي هنا كوبايتين من الدقيق عشان كده قلتلكم معلقتين من الزيت على كوبايتين الدقيق. دي ده انا انخلته يكون دي جميع الاستعمالات مش مش لازم يكون لا دقيق كيك ولا دقيق مخبوزات. يكون دقيق جميع الاغراض. نزلت كل المواد كده في الخلاط. نزلنا باي? نزلنا بالبيض ونزلنا باللبن والمية والملح والسكر والدقيق. ونضرب كويس جدا جدا. ولو في اي دقيق لازق على الدورة بتاعنا ننزله بالمعلقة ونضرب تاني لحد ما يبقى القوام بالشكل ده. وده قوام الكريب ان شاء الله اللي هيبقى مزبوط معاكم. آآ المأذير دي مزبوطة جدا. لو لقيتو اخافة من كده زودولو معلقتين وارجعوا صفوتين. ميزة الخلاط ان احنا ما بنصفيش. يعني هو بيدرب المكونات حلوة جدا جدا. لو مش حابين تعملوا في الخلاط وحابين تعملوا علاقتيكم حاحضر معاكم. عاجين تكريب بالشوكولاتة. علاق دية يعني بالسلك. بالمضرب السلك. معي هنا بضاية بس كمية اقل يعني. معي هنا بضاية. وزار في فانيليا. ونزلت في البولة كمان بنص كباية من اللبن. ونص كباية من المية زائد معلقتين. يعني نص كباية ومعلقتين. بعد كده هنزل بالسكر. دي معلقة صغيرة. وزارة ملح او حاجة بسيطة قوي اقالة من ربع معلقة ملح. ومعلقة زيت واحدة لاني هستعمل او هعمل بكباية دي واحدة بس. هحاول اضرب بقى البيض مع السكر كده واللبن والمية ودوب كل حاجة وخلي السكر ما ريكونش آآ لسه يعني بحبيباته. عايزة كل حاجة الدوب في بعضها. وبعد كده هنزل بمعلقتين من الكاكاو. ويكون كاكاو نوع كويس بس. يكون كاكاو قذباني. المهم يكون آآ نوع كويس. ورحته كويس. هضرب بقى كل الحاجات دي مع بعضها. لحد بمتمتزك كويس جدا معايا. والسكر يدوب والملح يدوب زي ما قلت لكم. هنا كوباية الا معلقتين من الدقيق. يعني عائرت كوباية وانشلت منها معلقتين من الدقيق. كان بدلهم معلقتين الكاكاو اللي احنا ضفنوهم من الاول. علشان يبقى الوزن بتاعنا او العيار بتاعنا كوباية من الدقيق على كاكاو. تقدروا تفتحوا. تخلوا معلقة واحدة بس من الكاكاو. وتكملوا بقيته كوباية دقيق. حبيت النهاردة يكون تعمل كاكاو قوي شوية. فحطيت معلقتين كاكاو. وكملت كوباية دقيق. مهم جدا ان احنا نصف يبقى الخاليط لان الطريقة دي بتخلي الدقيق مع الكاكاو يبقى فيه شوية كلاكية كده. وطبعا ده مش مطلوب خالص في عجينة الكريب. لازم تكون قوامها زي ما انتم شايفين ناعم جدا جدا وما يكونش فيه اي كلاكية. وبنعرف مين عجينة الكريب مزبوطة ان احنا نعمل آآ خط كده بادينا. بتكون آآ العجينة بتاعتنا متلمش على بعضها. بيفضل الخط ظاهر وواضح. خطيهم بقى واسيبهم يرتاحوا نصف ساعة مهمة جدا جدا. ونشتغلش فيهم على طول. على ما حضر بقى حاجتي وحضر الطاصة بتاعتي. والحشوات بيكون ارتاح العجين ارتاح. معينة طاصة الكريب. دهنتها بدهنة بسيطة جدا من الزيت وبعد كده اخدت الزيادة بالمنزيل. مش عايزة زيت كتير. مجرد بس آآ عايزة الطاصة بتاعتي ما تكونش خصوصا اول طاصة يعني ما تكونش عليها اي مادة دهنية. خدت كبشة كده الا حاجة بسيطة حسب آآ آآ قطر الصينية بتاعتك. آآ قطر السوري الطاصة بتاعتك. انا قطر الطاصة دي ثمانية وعشرين. فبتاخد كبشة الا معلقتين. اول ما تبتدي تاخد لون كده بسيط من آآ من الجهة دي بمتقلبها على الجهة التانية. وما بياخدش اكتر من ديقتين على النار. يعني كل واحدة بتاخدش اكتر من ديقتين. طبعا الجهة التانية ما بتاخدش وقت طويل. بصوا شفافة ازاي وجميل جدا وطري. وحروفه مش نشفة تماما. بصوا الجمال. هنعمل مع بعض واحدة كمان. وانا بنزل بالكبشة بميل مع بعض. يعني بنفس الحركة. بنزل بال بنزل خليط الكريب. آآ وبقميل الطاصة على قدام. وبحركها. علشان ما تثبتش العجين في مكان واحد. ويبقى تقين من حتة ورفيع من حتة. مش عايزة اوصيكم ان الدرجة الحرارة تكون تحت المتوسطة. لان لو درجة الحرارة عالية لما نيجي ننزل الكريب هيقفش في مكان واحد ويبقى تقين كده مش هيتفرد معنا ويبقى رفيع. الكريب الناجح ما يكونش تقين بيبقى رفيع كده وما يكونش نشف في نفس الوقت. الطروف بتاعته متبقاش نشف. بصوا طار ازاي وجميل جدا جدا وكمان راحته كانت حلوة قوي بسبب الفانيليا. هنعمل مع بعض بقى كريب الشوكولاتة. هنساويه سوا. زي ما قلت لكم انا بنزل بخليط الكريب او بعجينة الكريب. وانا بميل التصة بتاعتي علشان يتفرد في كل قطرها. تمام بالطريقة دي. هو سهل جدا جدا. مرة على مرة لو مش بتتقيني قوي الفرد مرة على مرة هتلاقي نفسك ان شاء الله بيتي كويسة في فرد العجين. ما بياخدش اكتر من دقيقة وزي ما قلت لكم النار تكون متوسطة او تحت المتوسطة بشوية. خلصنا الكمية كوبايتين الدقيق طلعوا لي تمن كريبيت. وكوباية دي اللي هي بالشوكولاتة او كريب الشوكولاتة آآ بيطلع اربع كريبيت. كريب بتاعنا خلاص جهزناه وعملت الكل الكمية. بصوا طاري ازاي وجميل جدا وما بيتكسرش خالص والطروف بتاعته او الاحرف. طارية جدا. وعلشان تشوفوا انه هو قد ايه طاري بصوا لما برمته كده. طاري وانتهى الجمال. مهم جدا تمزجوا اللبن مع المية. علشان يديكم نتيجة كويسة. لو مية بس ولا لبن بس. انا مش من هوات كريب بالمية فقط ولا لبن بس. لما بنمزج ما بين الاتنين حتى في العجان العادية بيدينا نتيجة احسن. هنحضر مع بعض بقى الحشوات. معي هنا موز وقطعته كده سلايز رفيع. وهاخد كريباية. ومعي هنا الموز هناخد مسلا يعني الكريباية بتاخد نص نص ارنموز. هناخد كده الموز بتاعنا. وانساويه حلو جدا ويبقى متساوي. وهناخد النوطيلا بتاعتنا بقى. وطبعا مش هقدر اوصف لكم قد ايه تعمل شوكولاتة مع الموز او النوطيلا مع الموز. واللي بيليق اكتر معي صوص الكرامل طبعا. بس احنا بنحب النوطيلا فحبيت اعمل النهار ده بالنوطيلا. باتنيه كده زي الساندويتش. ودي طريق التقديم وحوريكو طبعا طريق التقديم تانية. نفس العجنة دي تقدروا تعملوا منها كرب حادق بنشيل الفانيليا ونزود ملح كمان لنص معلقة نوصل لنص معلقة مش ربع من الملح. آآ وتبقى عجينة كرب حادقة تقدروا تحشوها حشوات حادقة آآ والفانيليا نشيل الفانيليا. ونحط بدلها حاجة بسيطة جدا من نقطة من الخل. علشان زفورة البيت. او ممكن آآ برضو آآ ربع معلقة من الفلفل الاصمر. يعني هي عجينة الكرب الحادق. والحلوة هي واحدة. الاختلاف ان الحادق ما بيتحط لهاش فانيليا. مع ان في وصفات بيتحط لها فانيليا بس انا ما حبتهاش يعني. عملتها بكده وما حبتهاش. فبقى بنشيل الفانيليا نحط ملح ونحط خل وتبقى معنا عجينة كرب حادقة. هنعمل مع بعض بقى شكل تاني. او طريق التقديم تانية بالفارولة. جبت واحدة كرب شوكولاتة. وحطيت آآ شرايح من الموز. تحت النوتيلا علشان تمسك. يعني انا حطيت نوتيلا الاول عشان تمسك عشان هي تبقى عاملة زي يعني كرب عادي. فان لازم نستبت الحاجة كويس عشان اللي بيأكل ما يبهدلش نفسه. وحطينا برضو نوتيلا تاني. وهنحط بعد كده بقى شرايح من الفارولة. طبعا ميكس الفارولة مع الموز مع النوتيلا والكرب الشوكولاتة. كان خطير جدا جدا. كان طعمه حلو قوي قوي قوي. هنحط نوتيلا تاني برضو. لو نوتيلا قفش معيكو برطمان نوتيلا قفش معيكو تقدروا تعمل له حمام مية سخنة. تجيبوا مسلا طبق. وتحطوا فيه مية مغلية وتنزلوا البرطمان فيه وتحركوا كده بالمعلقة حيسيح معيكو على طول. ودي كانت طريق تديم بسيطة جدا وسهلة جدا. بكده خلصنا النهاردة فيديو آآ كريب النوتيلا بالموز او الكريب الحلوي يارب تكون الحلقة عجبتكم. وكونت ضيفة خفيفة عليكم. لو حابين الفيديو النهاردة بقى وحابين تشوفوني تاني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة. وتعملوا كمان لايك للفيديو لو عجبكم. وكمان شيري ان امكان. واشوفكم على خير بازن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم جدا في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.